السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي أولا صحة العظام واللي عنده هشاشة عظام واللي عنده كذا ليه وجود النحاس بكمية كبيرة ووجود المنغنيز أيضا بكمية كبيرة فيه عنصر نادر وذكرته في فيديو سابق اللي هو المولبيدنوم هذا يساعد على تنظيف الكبد يساعد على العنصر هذا يساعد على تنظيف الكبد طبعا لوجود المغنيزيوم وحمد الفوليك وفيتامين بي 6 هذا يطهر الشرايين والأوردة بالتالي بعد تنظيف الشرايين يخف العبء على هذه المضخة اللي هي القلب العبء والحمل الثقيل على القلب يخف لأن القلب إذا صار ضخ وغوي وصار عنا ارتفاع في ضغط الدم بسبب انسداد الشرايين بصير القلب عليه مشاكل فهذا بساعدنا أن تكون شراييننا نظيفة ونخفف الحمل على هذه المضخة وبالتالي يكون العدس يحافظ على مستوى ضغط الدم ما برفعش الضغط وبالتالي إذا القلب قوي إذا الشرايين نظيفة الدورة الدموية بتكون نشيطة والأكسجين بيصل لمناطق أكثر في جسمنا وبالتالي أداءنا راح يكون أحسن شعورنا راح يكون أحسن وجسمنا راح يكون بإذن الله نشيط حمد الفوليك ذكرت في فيديوهات سابقة مهم جدا للحوامل وفي هذا العدس مفيد جدا للحوامل إله أضرار لا أعلم له أضرار إلا ضرر واحد بالنسبة إلي ضرر واحد أضرار ثانية جانبية ما فيه يقال أنا ما جربت الحمد لله إنه اللي عنده التهابات في الكلا ما يأخذه اللي عنده التهابات في كذا ما يأخذه أنا لا أعلم بس حسب تجربتي أنا ما في أضرار إله إلا ضرر واحد وهذا اللي يزعجني منه اللي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي يخفف منه يخفف منه اللي عنده مشاكل في الجهاز الهضم البقوليات بشكل عام صعبة الهضم يعني تخيل لما تاكل فول الصبح وتكثر فول بيضال شبعان للمغرب ليه؟ بده ثمان ساعات تينهضم هذا اللي بتعش عدس وبكثر من أكل العدس على العشاء ويصحى الصبح ويجيس السكر ويقولي لسه مرتفع ليه؟ لأنه لسه منهضمش هلأ بلشينهضم هسه بهذا الوقت فبيضال مرتفع اللي بده يأكل يأكله خفيف مع أني ما بيحبه خفيفة إلى العدس وأنا في صغري ما كنت أطيق العدس نهائي ما حبوش ما خلص لكن الآن الحمد لله لا باكل منه بس بحبوش خفيف الصحيح أنه يأكل خفيف يعني شوربته أكثر يأكل كشوربة ما يأكل كأشي ثقيل يعني ليس زي ما ناكله الفول أو ناكله الحمص ما يكون شي ثقيل يعني يكون خفيف زي الشوربة عشان يكون أخف على المعدة وما يسبب منه انتفاخات وغيره السؤال المهم جدا بالنسبة لنا يصلح لمريضه السكري شو رايكو مؤشر قليسي مئة تسعة وعشرين ولا قول ثلاثين ناشا فيه قول عشرين أليافه فيه قول عشرة يعني بناخذ يعني مكونه بس عندنا عشرة غرام سكر ليش لا أقول يصلح للي عنده سكري إلا إذا في شرق شو هو يكون السكر التراكمي السكر التراكمي يكون عندك عالي لا لغاية ما تنزل السكر التراكمي ابدأ قول عدس وقدر تسألني يعني أنا باقول عدس ولا لا يعني أشوف كلها الفوائد وكلها الدنيا وقول لا لا بدي أقل عدس بدي أقل عدس شو بالنسبة للتخصيص طبعا مسموع طبعا مسموع لكن بشرور زي ما قلنا أولا ممنوع منعا باتا الخبز تأكل العدس بخبز انتفاخات فورية وبصير عندك مشاكل وارتفع السكري وخاصة الخبز هذا ما شرحنا عن الخبز في فيديو الخبز اللي موجود أيضا في القناة اسم الفيديو احذر من الخبز شوفوا وشاهدوا شوفوا الخبز والحقائق عن الخبز واللي بسبب النيا وعندي نصيحة إخواني وأخواتي نصيحة لا تضيع صحتك أو حل مشكلتك لسبب خمس دقائق أو عشر دقائق أو حتى ساعة أو ساعتين ما بينفع أي فيديو بتضغط عليه سواء في قناتكم هذه أو قناة أخرى شاهد الفيديو تعلم واخذ المعلومات يمكن يكون حل مشكلتك أو مشاكلك في هذا الفيديو ونصيحة أخرى احمي نفسك وأبنائك وعائلتك وابدأ الآن ابتعد عن السكر وباقي الممنوعات المذكورة في معظم الفيديوهات اللي موجودة في القناة معظمها يعني بقول 90% منها موجودة هاي الممنوعات يا 90 يا 80% ولا تتناول إلا طعام حقيقي واللي بيسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي أما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني ما هو أصلا مش طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولإخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحدث سكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أن ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي رح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو رح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code وDiabetes Code وأوبستي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيغ من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب ميتابوليكل هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا منا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته